رح نجي على الميدان أولا خلينا نتفق بالميدان الإسرائيلي بحالة اختناق رامي بكل ثقله ليقدر يعمل إنجاز عظيم وبالتالي عم بيدبع الموت شو عم بصير بالميدان إذا أخذنا المناطق اليوم المعارك عليها لأنه بالقطاع الأوسط اليوم ما في شي يعني بنت جبال مارون يارون فيه حركة يعني تحشيد وهذا يبدو بانتظار أنه يقدر يعمل إنجاز بأحد المحورين الغربي أو الشرقي لا يعمل اندفاعه أو إذا فش الكلي يعني بيرجع بيعمل رأس الهجوم البديل في بنت جبال عم بيحضر يعني لمعركة بنت جبال طيب قلينا نجي نشوف شو اللي يصير معنا بالمحورين الغربي والشرقي بالمحور الغربي حتى الآن يعني قبل ما فوت أنا على الحلقة ولا قرية قدر يستقر فيها ليش منقول القرى والبلدات هي المهمة مش بسئلنا للإسرائيلي بيوت شوارع الاحتماء فيها الاختباء وراءها التمركز المشار القنص كل شي البلدة تعطيه ولا ليش هو عمل هجماته الأولية إذا بترجعوا بتتذكروا يعني لما كان جاي بخيره الإسرائيلي وواثق من قوته وأنه حزب الله انتهى ويلا وين راح يفكر عديسي كفركلة مارون يارون ثم عيتا راميا ليه ليش طلع الخزان بعيتا يعني كله كان بخلفية إدراك ما ندركه نحن والمتفق عليه أنه الدخول إلى البلدة ليش أصلا بنيت البلدة هناك يعني إذا رجعنا لأصول التوبغرافيا والجغرافيا ليش البلدات بتمبنى عادة وبتتوسع بمناطق معينة دون غيرها للإطلالة للإشراف للتضاريس مشيك لسهولة الحركة لأنها تربط بأكثر من منطقة دفعة واحدة يعني بيكونوا في أربعة تلال بتلاقي ضيعة على تل والثلاثة تلال هنه إلها بخراجها فأنت بتجي بتفوت على وحدة من التلال اللي بخراجها وتتركها مش كرم أخلاق أنت عارف أن التل الأهم هي التي بنيت عليها القرية وحاولت تفوت على القرية وفشلت طيب فإذن هو الآن يحاول أن يتفادى أو أن يعود الفشل في الدخول إلى القرى والبلدات لا أدري يفوت على طير حرفة لا أدري يفوت على شمع لا أدري يفوت على الجبين حتى الجبين اللي على الحدود بعدهم عم بيقاتل بخراجها والمقاومين بعدهم بقلب الضيعة هلأ بيعمل قصف طيران بيعمل قصف تمهيدي بالمدفعية بيتفاجأوا الشباب فيه نصار بالمحل الفلادي كويت الشباب ما عندهم يعني الرهقة اللي عندنا نحنا ما عندهم إياها أو اللي عند بعض الشباب يعني أنا شوي صرت ختيار على الرهقة بما مر علي من الحروب يعني ما عند تنقزني الحديث إنه الإسرائيلي صار بطراف الليلي مثلا أوه عظيم يعني معناتها الشباب ترك كله مجال وإلا بدهم يندفع بلواء إلى سهل الليلي وهناك إن شاء الله سوف تكون منطقة القتل الكبرى أنا عندي ثقة بالمقاومة يقينية مش إنه يعني ثقة بس ما أنا عندي يقين إنه المقاومة عندما خلص يعني ما بقى في مجال إلا الأتلة الكبيرة هي بتعرف إنه المقتلة الكبرى يعني بتشبه الطفان بمخاطر تداعياتها ولذلك هي تحاول تفاديها بس إذا وصلت أن لا مفر منها لا مفر منها بدت أعمله هلأ شو عمل الإسرائيلي لهلأ طيب يا شباب إنه عم تجيبوا لي أخبار في أفخاي بقصور العديس إيه شو يعني إيه شو هو الخبر يعني إنه في بيضة بالعديس ما العديسي كلها على العدود يعني أنا ما بظن إنه الشاب اللي كاتب يعرف المنطقة شو فيها الأهم دير ميماس مثلا إنه الإسرائيلي فيها مش إنه شو مصور العديسي بتفز عن الشريط بتلاقي أصر موجود على الطريق على الطريق يعني إنه على الخط الأزرق إنه يفوت عليه الإسرائيلي ويتصور فيه من أول يوم فات على كفر كلا وعلى يعني بيوت بكفر كلا وبيوت بالعديسي وبيوت بمركبة ورحولة هذا الخط الحدودي الناس معمر فيه على الخط الأزرق فأي بيت على الخط الأزرق بيفوت عليه وبيقلب الضيعة بيفوت أنه المنقامي مش قاعد بكل بيوت العديسي وهذا العديسي تركوها أهلا ما بقى فيها حدا وهي كر وفر بيننا وبين الإسرائيلي ومثل كفر كلا ومثل مركبة وقال لكيف أطع مركبة مثلا بعد المنقامي بمركبة نعم بعدهم بمركبة بس أطعها ورح على أطراف رب 30 وطلع منها على طلوسة بس ما فاتع طلوسة ولاح طلوسة هو يناور في الطرقات في الأودية في الممرات الترابية بس ما فيه يعمل تثبيت شو يعني التثبيت؟ تثبيت أنه يقدر يسيطر هلأ دير ميماس لنبلج فيها ونرجع على القطاع الغربي دير ميماس أنه فيه طريق بتجي فيه من وراء الخيام من غجار تطلع من وراء الخيام على طرف إبل السائي ما بتفوت إبل السائي بتفوت هلأ على إلايعة وبرج الملوك لأنه ما رح تواجه مقاومة هناك بحكم ذكريات الحرب الأهلية وذكريات ما قبل الاحتلال ما قبل التحرير أنه المقاومة لا تتواجدونك لأن أهل المنطقة يشعرون بأن وجودها سيجلب عليهم خرابة وهدفة تتفادى التواجد فيها ونقلل المقاومة أنه ما تفوت لهم يعني رجاء أن نحن وياكم بأنه الجيران بكرة بتخلص الحرب وكذا يخي ما تفوتوا وتسببوا النغارات على سلك الإسرائيلي في قلب هذه القرى ووصل على المثلث هذا على طرف الإلايعة طريق الإلايعة اللي بيوصل على الطريق الرئيسي لتلنحاس الخردلي وطريق دير مماش وقعد هنا ما خير إن شاء الله يعني أنه هذا لا يغير في ميزان القوى هذا ما معناه تحتل هاي يمكن تفقه بكرة الصباح والضربت قصفت بالصواريخ ورحلت منها الدبابات هذا الكر والفر أنت مصير نحكي عن تثبيت هو ليش عم بيخوض معركة ليحتل فيها بلدة متينة واسعة لها امتداد جغرافي قابل للتمركز والحماية حتى كفر كلا هو إذا فات عليها ما بيقدر يستقر فيها البلدات التي تمنحه فرصة الاستقرار هي ثلاثة ناؤرة بنت جبال لخيام هو الآن عم بيخوض معركة لخيام أي أنت بتقرر المقاومة تتركه يكمل فيها لترجع تعمله المقتلة هناك لأنه بدي يطلع ساعتها من الخيام عسهل الخيام لا ينزل على الخردلي ساعتها بيصير في إيمي لدير ميماس اللي معه الخيام في إيمي لدير ميماس لأنها بينه وبين الخردلي بس لي ما معه الخيام أنه شو مادد خيط بين مطحنطين المقاومة يقاعد بأرنون وقاعد بكل التلال المقابلة وإنت قاعد على الكوع تعدير ميماس وظهرك لخيام وقبالك ألعت أرنون العتشيف هذا يعني مؤقت هذا بيفيدك بالمناورة هذا بيفيدك بأطع الطرقات بأنه نتلبك المقاومة إذا عم تعمل خط إمداد نحو الخيام مش أدري بتاخد طرق التفافية المقاومة وبتروح من بقلب دير ميماس أو عطراف كفر كلا ومن كفر كلا على الخيام يعني المقاومة قادرة ولديها مئة خيار ومئة طريقة المهم بس هذا مش تثبيت تثبيت إذا أخذ الخيام وارتاح فيها وتوقف القتال أخذ بنت جبال وارتاح فيها وتوقف القتال أخذ النقورة وارتاح فيها وتوقف القتال هو عم بيحاول هلأ له الخيام إلى شهر وما عم يقدر والمعارك لا تزال في الأحياء الجنوبية والشرقية هلأ بكرة بيطلع آفخاء وبيعملك صورة من كفر كلا بيعملك صورة من أطراف رامية بيعملك صورة من أطراف شمع ما طلعوا صورة لهذا المؤرخ بقلعة شمع إنه هذا أصعب شمع بعيدة عن الحدود سبعة كيلو ماتر عديسي على الحدود بس حتى بيقلب قلعة شمع من أتل هني عم تللي إنه ونصاب معه قائد لواء جولاني واضطروا يتركوا وصلوا والمقاومة بتنبسط فيهم بس يوصلوا لأنه هي بالانتظار فإذا على المستوى الميداني أنا شخصيا لا أرى أن هناك تحول نوعي في مسار الميدان برأيي المعركة لا تزال تخضع لذات القواعد والعوانين التي كانت تخضع لها من قبل الكيان الجيش الاحتلال رامي بثقة ليعمل إنجازات بحركية معينة بس حتى الآن واضح أنه ما عم يقدر أنا بأعتقد هو سيرمي يعني سينتقل إلى المرحلة الثالثة وأنا حكيت عنها إذا تذكروا تلك النسق الكتيبة والسرية ما حينجح معه لأنه تكتيكات المقامة تستطيع منعها من التمركز إذا دخل بنسق اللواء لا بده يتمركز بيفوت عن ماءورة وبيفوت على الخيام وممكن يفوت على بنت جبير بس عندها ستكون المقامة مجبرة أن تأخذه إلى مناطق القتل الكبرى اللي بده يطلع فيها 400-500 أتيل و100-150 دبابة وتخبزه بالإفراحة بيرتكب هذه الحماقة ممكن لأنه أنا رأيي بعد قرار المحكمة الجنائية واضع إنه نتنياه وجن حدا بياخد قرار إنه رداً على المحكمة الجنائية الدولية بده يصعد بغزة وبده يتشدد بإدخال المساعدات إنه نيكي وكايد هاي حكومة بتحضر محالها هايك بتقرر وإنه بده يعمل عكوبات على السلطة الفلسطينية ويوقف عنها المصاري إنه طالما أنتوا بتكون للفلسطينية أنا بفرجي لكم إياهم هاي مثل يعني أم قاسم وأم حسين وهو تزعل أنا بفرجي لك أولادك بكر هاي على كل حال هذا الوضع إذن اللي نحن فيه ميدانيا لن نجي على موضوع المفاوضات مثل ما حسبنا ومثل ما المقاومة حاسبة فيه ثلاث نقاط اليوم مش قبلان الإسرائيلي فيها ولا بشكل النقطة الأولى وقف الطلعات في الأجواق إنه هو مضطر يختفز فيها هاي وهاي لبنان بلغوا لهوكشتاين ما أبيل طائرات بدك تاخد موافقة وإلا ما فيه اتفاق إنه طائرات حزب الله المسيرة ستبقى تجول في سماء فلسطين المحتلة والانسحاب إلى ما وراء الليطاني لن يتحقق قبل وقف انتهاك الأجواء فما فيه اتفاق وقف طلعنا نين هاي مش قادر يتنازل عنها نين إنه الملفات الحدودية المتنازع عليها مثل ما قلت لكم مزارع شبعة إنه ما بدوا إياها بند بالبنود إنه هاي منفصلة عننا وهي بقلب السبعة عشر سفر واحدة بقلب السبعة عشر سفر واحد تماني وتسعة وعشرة الفقرات طيب هذا الأمر التاني الأمر التالي المهل للي بعده اللي هلأ بيطلعوا على الجزيرة وغير الجزيرة طبعا العربية ما بنحكي عنها يعني بس حتى على الجزيرة أنا متفاجئ إنه بعده بيربوا الرواية الإسرائيلية اللي ما اللي هلأ الإسرائيلي عم بقول ما حصلنا عليها هو عم يطلب ستين يوم للانسحاب والصيغة المتفق عليها بين هوكشتين ولبنان هي سبعة أيام كان لبنان عم بقول الانسحاب فورا هيك نص السبعة عشر سفر واحد مع وقف إطلاق النار هذا النص هيك تنسح بالقوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق يدخل الجيش واليونيفل ويوقف الطرفان كافة الأعمال الحربية إنه لبنان إجا طيب يخيي أسبوع بس ما في حدا في يعطي أكثر من أسبوع هو يبدو ستين يوم بيطلع حدا أنا بيحدرمه ما بدي يسميه بيقول إنه الإسرائيلي منتزع الموافقة على ستين يوم يكون فيها موجود داخل أراضي اللبنانية ليتحقق من إنه حزب الله ما عم يعمل أي بنية تحتية ويكون حزب الله خرج جنوب الليطاني يا خيمنام بتجيبوها الأخبار لا ما دخل الجزيرة يعني أنا عم بيحكي على المحلل المحترم يعني اللي أنا عن جد بقدره المعلومات المؤكدة نص هلأ الإسرائيلي معترض على سبع أيام للانسحاب وستين يوم لحزب الله يتمكن أو ينفذ انسحابه إلى موراء الليطاني نص مقلوب عندكم لاش ما بعرف حتى نعبين بالستنج سبع أيام للإسرائيلي وستين يوم لحزب الله حزب الله يراقب الانسحاب الإسرائيلي ويراقب وقف الطلعات بالأجواء حتى يقبل بالعودة إلى موراء الليطاني بأسلحته الثقيلة وقواته النظامية ويبقى شبابه من أبناء القرى والبلدات حتى الحافة الأمامية بأسلحتهم مثل المستوطنين ما عم ناخد امتياز طيب فإذا هذا بالنسبة للمفاوضات واضح أنه عندها ثلاث نقاط المهل واحد اثنين الأجواء ثلاثة الخط الحدودي هوا هن اللي وقفوا على الآن عليهم المشكلة الأساسية وما في مفاوضات بتكمل بيناتهم الاتفاق يا حبيبي ما صار بعده ما صار الاتفاق بعده ما صار الاتفاق بعده ما صار بعده ما صار الاتفاق بعده الاتفاق ما صار من عيد بعد واللي عم بيقول الاتفاق صار والاتفاق رح يصير بيننا وبينه مثل ما أل سمحت السيد الأيام والليالي والميدان قبل ما يعني حدا يسمى أنه هذا وحدة الساحات روء بس يصير الاتفاق بنحكي فيها بس يصير الاتفاق لهلأ نرجع من عيد الاتفاق بعده ما صار بعده ما صار الاتفاق شو قلنا الاتفاق بعده ما صار الاتفاق بعده ما صار نقلبوها هلا إذا كانت هذه هي الصورة ليش قلقين قال له مهموم قال له ايه والله قال له عندك مشكلة يعني قال له ايه والله قال له طيب بإيدك حلل المشكلة قال له لو فرضنا ايه قال له روحل قال له طيب لو فرضنا لا قال له إذا ما بإيدك حلها اهتم بس ما تنهم اهتم انا معمول ما تهتم لما يجري في الجبهة والفرضية اذا تم الاتفاق وشو بصير ما في اتفاق حتى الان ما في اتفاق والقضايا الثوابت الوجودية التي لا يملك اي من الفريقين التراجع عنها كبيرة انا بلكن اسرائيل ما فيها بعد رئيس حكومي ولا رئيس اركان بيقدر يوافق على وقف الطلعات الجوية وبيقدر يوافق على تسليم مزارع شبعة وبيقدر يوافق على انه الانسحاب الاسرائيلي الى الحدود يسبق انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وبين لبنان ما في حدا يقبل العكس بالزمان سألني واحد قال لي ليش انت متفائل هالقد انه ما بيركب شيء بين السلطة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بدون حل مسألة القدس لا زمانه الرئيس شعر الحلو كان رئيس جمهورية في لبنان وبذات الوقت هو مفكر سياسي وأصلا صحافي وكاتب فبيكتب مقال بالأوريون الجور عن موضوع الصراع حول القضية الفلسطينية بيقول يبقى الصراع حول القضية الفلسطينية أرضيا حتى يصل إلى القدس فيصبح سماويا إن أحدا لا يملك حله إلا الله لأن كل طرف ينظر بقدسية لروايته وسرديته التي تجعله غير قادر على التنازل عن القدس وأنا هلأ عملكم مزارع شبعة الأجواء المهل فجروا الاتفاق هلأ حتى فرنسا صاروا معضردين عليها الإسرائيليين يعني هؤلث ثلاث مقاطل جوارية لأن فرنسا ريكب الاتفاق على هول بيبيعوها لفرنسا لا الأمر كان يسألوا عنها وما بعرف إذا لبنان يعني أنه حزب الله معني يمكن والله حزب الله يقول لا نتمسك بمشاركة فرنسا ويفرضها بس ما بيبين معهم هول يعني على كل حال هذا هو الجو اللي نحن فيه ترجمة نانسي قنقر